السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تشجيعا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بها سبع علاج تساقط الشعر الثمانية الى جنب علاج عدة امراض اخرى ضغط الدم القلب الزكام ما هي طريقة تحضير ثوم المرقد بزيت الزيتون لا تحضير ثوم المرقد في الزيت واحد لتر من زيت الزيتون بدون ملح اثنان واصلت مئوما ثوم طريقة تحضير ثوم المرقد في زيت الزيتون يرقد خليط ثوم وزيت الزيتون من ثلاثة ايام الى اسبوعين ويصبح جاهز للاستعمال بعد مرور شهر او شهر ونصف ممكن ازالة ثوم من الزيت وطحنه واستعماله في الاكل او ممكن تركه في الزيت حسب رخبتي ما هي طرق استعمال زيت ثوم واحد يمكن استعمال الزيت في دهن الشعر للحد من تساقطه اثنان ممكن تقطير زيت ثوم في الاذن اذا كان هناك الام ثلاثة ممكن تقطيره في الانف اذا كانت هناك حساسية اربعة زيت اثوم يفيد في علاج البواسير دهناء وشرب خمسة مفيد للمفاصل والروماتيزم ستة يصفي الكبد والكلمان الحجر يجب ان لا تخلو بيوتنا من هذا الدواء الرائع فهو اقوى مضاد حيوي بالاضافة الى انه طبيعي ما هي الفئة العمريات التي يمكنها استعمال الزيت الذي رقد في الثوم من الرضيع ذو شهرين الى الشيوخ وتبقى مدة صلاحية هذا الزيت لعام كامل هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اهلها وصحبه اجمعنا موسيقى